النهاردة حبايبي انامل مع بعض كده برسيل جيل للملابس الصمرة الملابس البهتانة زي اللي احنا نرجحها تاني ونرجحها اكناها لسه جديدة بلونها فاتمنى انتوا تتابعوني الاخر في فيديو لان الوصفة دي حصري والاول مرة على طريقتي انا في جميع انحاء العالم طريقة البرسيل الجيل دي على طريقتي انا فاتمنى انتوا تتابعوني ايه حبايبي ونشوف مع بعض احنا نعملها ازاي لان المكونات الخلطة دي ترهيبة جدا جدا اللي هي اترجع لنا الملابس الصمرة البهتانة اكناها لسه ايه جديدة بس في الاول اللي هي طلب عندكم يا ليت كده تدعموني كده ايه حبايبي باللايك والشير اللايك مهم جدا بيوصل فيديو لاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه يستفادوا منه وما تنسوش فعالوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان الوراقي اه فكرة الفيديو النهاردة اه زي ما قلت لكم كده اناعمل برسيل جل للملابس الصمرة اللي هي ترجع نرجع لونها ايه تاني يعني فمبدئيا كده في الاول انا عندي الجيبة دي اه قبل ما ابدأ في المكونات واقول لكم هي المكونات معايا اه دي كده جيبة اكاة متاحتي بس انا هي مركونة في الدولاب ما كنتش بلبسها بصراحة لان لونها اه زي ما احنا شايفين الجراب واللون متاحها كمان اللاصمر راح منها فما كنتش بطلع بيها اه فانا قلت النهاردة طب ليه انا معمش يعني فكرة اه اه يعني برسيل جل كده للملابس الصمرة رجع للملابس البهتانة تاني نرجع لونها واكيد مش عندي انا المشكلة دي بس ده يعني اكيد في كل بيت فانا نقطع نحتاج للفحم الفحم اللي هو اللي احنا بنولع بيه بخور انا دقته في الهون كويس وبعد كده هو حطته في كابة الخلط لحد ما نعمته ايه بودرة اه فهو بيبقى معايا شايفين انا كده بوري لكم ايه على ايه شايفين شكله عامل ازاي يعني حتى على صوابعي شايفين ايه ده بقت صمرة خالص ازاي فعيبقى حلو جيدا النهاردة في الوصفة متاعت النهاردة عن استخدم منه معلقتين ونص كده ايه كبار عن استخدم معلقتين زهرة زرقة اللي يمتع تلغسيل وعن استخدم معلقة صغيرة مليانة من الحجر الاسود بيبقى موجود عند العطار عن استخدم برضو جيركم فاضية عشان نحط فيه البرسيل وعن استخدم صفيحة فاضية اه علشان احط اه احط فيها الخليط على النقرة وعن استخدم معلقة كبيرة من الشاي اه عن استخدم برضو اتنين كيس اه برسيل جيل لا اه اللي هو للملابس الصمرة مش هاتحطوش اي برسيل تاني البرسيل اللي تحطوا نفس الحاجات اللي انا ايه حطاها دي ده برسيل جيل للملابس اللي ايه خاص للملابس الصمرة وعن استخدم برضو كباية من الخل لا شايفين انا كده احقص الادية وهنرجع نكمل تاني وهنحتاج لنص اه تلات كبايات من المية اه بس كده هوا طيب احنا كده هنقول لكم المكونات تاني كده على السريع تلات كبايات اه من المية اه عن حط عليه مع معلقة كبيرة من الشاي هيت دي كده معلقة كبيرة من الشاي اه الشاي حلو جدا مع الحجر مع الحجر الاسود اه بيخلي اللون اسود حتى لما اه كنت عاملة وصفة قبل كده اه سبغة للشعر الابيض وكنت حتى فيه برضو اه كده اه ده فعنحط بقى ايه كده هوت يبقى انا كده بعد محطة المية ومعلاقة الشاي الكبيرة مليانة عنحط ايه اه معلقتين ونص كبار مليانيل من بودرة الفحمة هنا انا عنحط شوية مية في قلب الكبه هناك عشان يعني اه اعمل اللي اخد اللي فيها اهيت انا كنت عاملة بودرة الفحم ده هوت كنت عاملالكم كريمة قبل كده لتلميع الجزم رجال الجزمة اكنها لسه جديدة اكنها معمولة يعني باحلى ورنيش اه غالي يعني من الورنيش الغالي يعني اي حد كان يشوف الجزمة دي يعني يعني افتكرها لنا كنت عاملها بورنيش من الغالي يعني فهي كنت عاملة كريم من الكريم الجزم اه ورنيش للجزم يعني من الفحم بصراحة الفحم ده جميل جدا برضو فانا قلت ادخله النهاردة في الوصفة متاعة النهاردة اه عايبقى رهيب جدا كده انا علبت المكونات هيت مع بعضيها اه حبدال انا احط بقى اخد الصفيحة ديت وحطها بقى ايه على النقر انا بستخدم الصفيحة ليه لان انا لو استخدمت حاجة الامونيا اه كل الحاجات ديت عبارة عن سابغة عتسبغلي الامونيا فعتعزبني في التنظيف اه فانت تعمل الوصفة ديت يا في حاجة استلس يا في صفيحة سامنة فاضية اه هنا قد بقى انا بغلتها كده اوت وطبعا الشاي بيخلي الحاجة تفور معي فانا هدت النار عليها خالص وسبتها ربع ساعة على النار اه لحد ما بدأت اللي هي اول ما بدأت تغلي هدت النار عليها وسبتها ربع ساعة لحد ما يعني ينزل كل اللي فيه يعني هنا بقى ايه بعد ما سبتها كده اوت ربع ساعة على النار هادية وغلت كويس جدا اه حبدأ لنا في قلب الحلة هنا اه اصفي بقى الخليط اللي انا غليته انا طبعا جايبة مصفة ديقة اه خالص عشان ايه طبعا الشاي ايه اه تفل الشاي ما ينزلش انا عايزة بس الايه السايل بس بعد ما صفيت كده الخليط كويسة اه حبدأ ايه اه حبدأ دلوقتي اللي انا يعني اقلبه كده تقليبا وابدأ بقى اللي انا اه اضيف الخل بس ده كده حبيت انا اورركم شكله شايفين اللون اصمر جامد ازاي يعني اه دلوقتي بقى ايه حبدأ اللي انا اضيف كوباية كده كبيرة من الخل لا على فكرة الخل ده كمان الخل ده اه انا بجيبه من عند متاع المنظفات بيبقى خام وانا بخففه يعني بيبقى حلو جدا برضو اللي هو الخل الخام اللي عند الرجل متاع المنظفات غير اللي بره بيديني ده بيديني نتيجة احسن اه في تثبيت الالواء نعم عشان يسبت الالوان ايه معايا اه هناك بقى ايه حبدأ اللي انا اضيف ملقتين كبار من الزهرة الزرقة الزهرة الزرقة بتبقى حلوة جدا الملابس الصامرة كمانا يعني مش شرط طبعا احنا عارفين كلنا اللي احنا بنستخدمها للملابس البيضة اه بس مش شرط الملابس البيضة يا بتبقى حلوة جدا في الملابس الصامرة كمانا اه هنا انا حنقلب الزهرة كويس مع المكونات اللي انا ايه حطتها اه زي ما احنا شايفين ايه كده حبيبي اه اه حبدأ بقى ايه دلوقتي اللي انا حفضي الكسين من البرسيل الجيل للملابس الصامرة اه انا جايبها الواحد من ده باتنين جنيه ده كمان عليه عرض كمان يعني عليه خاصم كمان اليومين دولت اه ف انا جايبها كده ايه كسينة حفضيهم كده هوت وزي ما شفنا شاكله اللون بتاعب يبقى ابيض كده ايه من جوه اه حبدأ لانا احطه كده على المكونات معي يبقى انا كده هات عملت بقى ايه اه عملت معاكم اه برسيل جيل للملابس الصامرة ملابس الصامرة ملابس اتبهتانة اه هترجعيها ان شاء الله كده هوت بعد الفيديو ده هوت هترجعيها تاني اكنها لسه جديدة اكنك لسه شرياها هتلاقي اللون متاعها حلو جدا نعم اه بس في الوصفة متاعة النهاردة ديت اه بالنسبة للملابس لان هي فيها بودرة فحم وكده فما ينفعش اللي انت تحطي الوصفة دية اتخذي منها وتحطي في الغسالة عشان ما تبوزيش لايه الغسالة اه الوصفة دية انا عاملة البرسيل الجيل ده هوت ليه اه اي حاجة عندك بهتانة اه طبعا انت تكوني غسلها قبل كده بنضفها اه قبل كده بتغذيها عشان ترجعي ترجعيها تاني اه فبتبدأي بعد كده بتجيب اه عنشوف مع بعض بقى احنا هنستخدمها ازاي دلوقتي يعني هنجيب حبة مية هوت طبعا هي الجيبة دي كنت اه كانت مقصولة قبل كده ونضيفها فانا عشان ارجع لونها تاني اعملت بقى البرسيل ده معاكم معا اه زي ما احنا شايفين شايفين شاكله يا هو جميل جدا بصراح اه طبعا انتم كنتوا شايفين اه شكل الجيبة عاملة ازاي لونها مجرب فانا اخدت شوية هوت اه حطتهم في قلب المية شايفين حتى المية عاملة ازاي يا اه حبدأ بقى ايه دلوقتي اللي انا ايه احطها ايه كده احطها في قلب المية ديت وانا عايزة بس المية اللي هي تغطي تغطي الجيبة ايه معايا فانا عن حطها ايه كده هوت ونشوف احتاجت مية هكمل ايه دلوقتي يا اه انا دلوقتي بنزلها كده في قلب المية كويس لحد ايه ما تتشرب كده يعني بالمسحول اللي انا ايه عاملة شايفين شكل حتى اللي جيبة من تحتها عاملة ازاي يا فطبعا انا دلوقتي اه حاجيب بقى ايه اه مية تانية عشان اكمل لا اكمل مية كده هوت وازود بقى ايه شوية اه شوية تانية كده من البرسيل برضو اه كده بقى ايه حنزلها هتلاحظوا معايا بقى اللي انا اول ما نزلتها في قلب المية كمان مجرد يعني اول محطتها لقينا اه 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 انا لاحزت اللون متاعها اه بقى اصمر جامد فانا مش عافة بقى انتو هتلاحظوه ازاي هتلاحظوه في الاضاءة يعني ولا لأ اه بس اه هي هي واضح هي واضحة معانا ايت اللي هي اللون متاعها بقى اصمر جامد اه اه طبعا الخطوة ديت انت اه تعمل ايها شايفين اللون عامل ازاي ده مجرد اللي هتحطت بس اه حزودها كده هوت شوية اه برسيل ايه تانية نعم عشان المية اه انزودت شوية مية اه اه اغطسها كده في قلب المية تاني وسبها لازم الخطوة ديت يستحسن اللي انت تعمليها اه تعملي اي حاجة اعامل بالليل للصبح وبعد كده طلعيها وبعد كده هوت بقى ايه تشوفيها شطفة كده بالمية وتنشريها بس كده هوت فعتلاقيها اللي هي طلعت مآكل يعني ايه زي الفل اه بالنسبة بقى زي ما قلت لكم يعني بقى لاش انتو تستخدموه في الغسلات اللي هي الاوتوماتيك وكده اه علشان بدرة الفحم يا ما تبقاش ايه غلط عليها انا كنت عاملة معاكم مسحوق قريق با وكنت انا اللي عاملها في اول مرة في جميع انحاء العالم برسيل بودرة اه مسحوق بودرة يعني انا اللي كنت عاملها للملابس الصامرة اه طبعا في ناس جربت الوصفة ديها تعيجبت ناس كتير وفي ناس بتجربها وبتعمل فيديوهات عليها فطبعا دي حاجة تسعدني جدا اه فعلشان كده النوارده قلت بقى ايه زي ما قدمت انا بقى مسحوق اه للملابس الصامرة ليه انا مقدمش مسحوق بقى تاني الملابس الصامرة بس سايق لا ويرجع لنا الملابس برضو تاني فعشان كده عملت معاكم الفيديو ده النهارده انا هناك بقى ازا ما احنا شايفين انا هنا بعبي بقى بقى جبت الجيركن وحطيت فيه الامعة وببدأ اللي انا عبي البرسيل فيه اه طبعا بستنى عليه شوية اه الرغوة متاحته جميلة جدا على فكرة برغوته حلوة يعني ورحته كمان جميلة يعني مش محتاجة اللي انت تحط فيه عطر ولا اي حاجة بس فشايفين حتى الامعة مليان رغاوي ازاي انا انا ايه خلاص كنت بستنى عليه لما الرغوة ايه ده وبزوده شوية بشوية ودلوقتي بقى ايه انا كده ايه خلصت كده ايه اه خلاص مليت الجيركن وفضل معايا كمان حبة تانيين يعني بعد بعد التصوير بقى احطهم في اي حاجة ايه تانية اه اشيل بقى الامعة ده دلوقتي خلاص ملوش لازمة اه على فكرة الكمية عمل معايا كمية حلوة من برسيل الجيل اه يعني شايفين اللون تجيبها عامل ازاي طبعا احنا كنا شايفين شكلها مجرب مجرب خالص اه شوفنا كده حبايبي الطريقة خطوة بخطوة اه واريتكم اه طريقة عمل برسيل الجيل الملابس الصمرة واريت لكم خطوة بخطوة ازاي اللي احنا نرجع الملابس تاني اه اتمنى حبايبي لو الفيديو اعجبكم ما تنسوش كده تدعموني كده هوت باللايك والشير اللايك مهم جدا بيرفع الفيديو بيوصل فيديو الاكتر عدد من المشاهدين اللي هم يشوفوه ويستفادوا كمان بالوصفة واريت تشيروا الفيديو ده تعلفيسه في كل مكان عشان الناس تستفاد بالوصفة ديت لان هي جميلة جدا واكيد كل بيت فيه دوم صمرة بهتانا فيستفادوا بالوصفة ديت بطريقة عمل برسيل الجيل ده هوت وده حصري للاول مرة على طريتي اتمنى اللي هو ينلقى اعجبكم اه كان معكم حناني الوراكي ام نادا وفاتحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته